إلى هذا الخبر العاجل حيث أجرى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة اللبناني ناجيب ميقاتي صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الاتصال تنول العضوانة الإسرائيلية على لبنان حيث أكد السيد رئيس دعم مصر الكامل للبنان ووقف فيها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة كما أكد رفضها التام المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيها وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة ومنوها إلى أن عدم اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحق كما وجه سيد الرئيس بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري تضامنا مع شعبه الشقيق مؤكدا استمرار دعمي مصر للبنان على جميع الأصعيدات من جانبه ثمن رئيس الوزراء اللبناني الموقف المصري الداعم لبلاده وللدولة اللبنانية مستعرضا نتائج الاتصالات التي تجريها الحكومة اللبنانية لاحتواء الموقف ومشيدا في ذلك السياق بالدور الذي تقوم به مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر